محطة تحليه ديال ماء البحر فالباريحة كانت آخر مرحلة آخر يعني مرحلة باش تنطقو على أرض الواقع يعني الانطلاقة ديال أشغال في الدخلة 40 كيلومتر شمال ديال الدخلة قدام بير إنزاران المحطة ديال تحليه ديال ماء البحر واللي هي من جيل جديد لإنه محطة اللي غادي تعمل وغادي تشغل بطاقة المولدة عبر طاقة ريحية في واحد البرك يوليان اللي غادي تدار في نفس المشروع ذوك هاد الشيء مهم جدا أولا الطاقة المتجددة تانيا احنا كنا هدعوا الاستدامة لإنه غادي نستعملوا البحر عند سبعة وثلاثين مليون متر مكعب اللي غادي غادي تكون وغادي نخلق حوض هذا هو السؤال غادي نخلقه حوض فلاحي جديد ديال خمسالاف هكتار وغادي نذكر بإنه الآن فكل الجهة ديال الدخلة والدهاب معناش كثر منا قل من آلف هكتار ديال الفلاحة اليوم غادي نخلقه واحد الحوض اللي في خمسالاف هكتار يعني غادي تولي عني واحد ستالاف هكتار ديال الانتاج في المنطقة وأولا المشروع غايتكلف واحد زوجة الملاير ديال درهم وغادي تعمل على المرق مقاربة ديال يعني الدولة الشتركة ديالدولة مع الخواص وغادي تطلب وحد وعند أربع وعشرين حتى ثلاثين شهر ديال بالنسبة المدة ديال الإنجاز والأشغال ستنطلق إن شاء الله بين المدة عيد العرش قبل عيد العرش وبعد عيد الكبير في هذه المدة إن شاء الله ستنطلق الأشغال التأثير جد مهم 10 ألاف منصب شغل قار زائد المناصب الأيام العمل الموسمية وهذه المنطقة كلها ستعمر ستوجه الشباب المنطقة تقريبا واحد نصف دياله الشباب ديال المنطقة من عشر أحتى الخمسة الهكتارات اللي غادي تكون ضيعات باش يكون الإدماج ديال الشباب ديال المنطقة وغادي تكون طبعا تحفيزات ديال دولة وهل شي بناء طبعا على التجذيب اللي عندنا في المنطقة وكاين كذلك غادي تفتح المصطميرين اللي يمكن لهم يجبدو يكونوا القاطرة ديال التنمية الفلاحية في ذاك المنطقة عبر التجميع وعبره كذلك التسويق هذ تجربة ديال ديال التحلية ديال البحر اللي كتخم به وزارة الفلاح هي اللي اللي شدة هي اللي كتعمل هذا البرنابل هذ شي بناء على التجربة الأولى اللي كانت عند وزارة الفلاحة في سوس فشتوك أيتباه هذي تقريبا أربع سنين ونصف باش بدينها وليوم حلنا الإشكالية ديال خمسة تفالف هكتار ديال شتوك أيتباه واللي كتمول السوق المغربي ببعض الخوضر والفواكه بحل طماطم بتسعين في المئة وكذلك تصدير كتصدر دونك هذ شي أولا تاني نحللنا الإشكالية ديال ماء الشرب ديال كاتير دباحنا مليدرنا التحلية ديال لأجل الفلاح هو الهدف ديالنا ديال مهام ديالنا ولكن كين الماء ديال الشرب اللي حط مشكل في هذة المنطقة ما يمكنناش نخليوه مع لوني مع الإخوان ديال 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 المكتب الوطني للماء الصالح الشرب كان عندهم إشكالية وبغيروا يمشيوا بهذا دونك حنا وسعنا المحطة وخلينا لهم النصيب ديالهم اللي غادي ديوه واليوم أقدير منذ جنفيي هي يعني الماء الصالح للشرب كي يجي من الماء ديال ديال التحلية وحلينا الإشكالية ديال هالي ناقلك ما كنش غاديكو عندنا إشكالية كبيرة خصوصا في هذة وقت هذا ومنسبة الفلاحة غادي نوصول الخمستاش ترابي هكتار اللي هي في البرنامج من هنا الشهر غوشت إن شاء الله غادي تدريجيا وهنا يعني الطاقة اللي كتستعمل هي الطاقة يعني ديال ديال كاربا اللي كانت ربما التمان ديال ما كي يجي شوية غالي فسميته في الدخلة برنامج ديال الدخلة غادي نستعملوا غادي نولدوا غايكون في الاستثمار ديالنا توليد الطاقة وغادي الثمان غايكون جد جد مهم و آآ ويعني غايكون رخص فا آآ كذلك نفس العملية الباريحة كان هذك الاتفاق باش نعطيه الماء للدخلة الماء الشرب للدخلة وكذلك هذك الباركا يوليا غادي يولد الكهرباء ولكن هذك الكهرباء اللي غايشي طلو لأنه غادي يخدم المحطة وغايشي طلو كان عنده اتفاق كان اتفاق مع هذك شركة آآ اللي غادي تكون شركة ديالنا مع المكتب الوطني للكهرباء باش وحل الاتفاقية باش يبيعوا لهم آآ هذك الزائط ديال 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 فهذا هو البرنامج وان شاء الله الاشغال غادي تبدأ في مور العيل الكبير ان شاء الله ما تنساش الاشتراك في قناة المنصة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد بارتاجي الفيديو اللي عجبك وديرجام نتلاقاو في خبر آخر دي معلى قناتكم المنصة اشتركوا في القناة